تدخل جدتي الشعارة التي أفقدتها الأيام بصرها والتي ارتجلت أشعارها غناء أو نحيبا في أعراس البلد وفي جنازاتها أسمع تمتمات دعائها في صلاة الفجر دعاء لم يرد في شعر الناس ولا في نثرهم هو صيغتها الخاصة بها وحدها كنت أرفع طرف اللحاف وأصغي لموسيقى كلامها فأترك سريري وأندست بجوارها عندما تعود للنوم أطلب منها أن تعيد دعاءها السحري أخذ موسيقى معي إلى النوم الساخن وتلازمني الموسيقى في الصف ترن على صفحات الدفاتر المدرسية وتجعل من بلادتي جدول الضرب أول عدو عرفته في الطفولة يأتي أبي من شاهدة خلفتها ورائي في بيادر وادي السير يأتي بحنانه الصامت بعينيه ضيقتين وهدوئه الموجوع من الدنيا والراضي بها في الوقت نفسه يدخل منيف الذي بدده الموت كسروا جمال قلبه وجمال نواياه ضربوا إلى الأبد أحلامه في رؤية رام الله ولو لأيام يدخل غسان كنفاني بصوته الذي كان لابد لدوي يهز الحازمية كلها أن يواريه هل كنت سأصغي لهذا الحارس نيء العمر وغسان يغرس حقنة الأنسولين في ذراعه ويدبر ابتسامة ترحيب أخرى برضوة وبي في مكتبه وحدها الملصقات التي تغطي الجدار خلف كتفيه كانت تبرق وترعد وتؤدب السكون بالضجة ملصقات ذلك الزمان الذي لم يعد يشبه هذا الزمان النجمة على قبعة جيفارة بين قوسين من أجلها الأسئلة على جبين لينين بين قوسين من أجلها تطريز بقلمه وريشتها لاسمها السليب حصان بلا إطار لكنه في إطار صور لقادة تحرر في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية شعارات وصور وكتابات طنناها ستقوده إليها أتساءل هل ازداد غسان الآن قربا إلى عكا أم ازداد ابتعادا؟ أقارن بين الملصقات في غرفة هذا الجندي المراهق وتلك الملصقات في مكتب غسان في بيروت عالمان متناقضان في عالم غسان متسع لأشعار نيرودا ومقتطفات أم الكار كابرال وبري لينين وبصيرة فرانز فانون والألوان الشخصية التي يحاول بها الروائي أن يرسم الحلم بالكحلي والمشمشي والبرتقالي وبما يقترحه قوس قزح واسع على سماء ضيقة كابية تنذر بالخسران والويل أما هنا أنظر إلى الجدران وإلى الصور إنها مناظر من بلادي لكن سياقها ومعنى وجودها في هذا المكان على بوابة الحدود المحرمة كان عدوانيا أتذكر الصورة الكبيرة الحجم التي أهداها لي ناجي العلي دعاني ورضوى إلى العشاء في مطعم ميامي على شاطئ البحر في بيروت في نهاية السهرة اتجه إلى سيارته وأخرجها هاي اللي نزلت مع قصيدتك في السفير رسمتها مرة ثانية بحجم كبير إلك والرضوى والتميم ثم انصلق بسيارته إلى بيته في صيدة وعدنا رضوى وأنا إلى فندق البوريفاج وجه تلك الطفلة يملأ مركز اللوحة بينما تمتد جديلتها في خطين مستقيمين إلى اليمين واليسار وحول ناجي الجديلتين إلى أسلاك شائكة تلامس طرفي اللوحة ذات الخلفية السوداء جدا يدخل ناجي العلي قادما من موته القديم من موته الطازج هذه ضحكة عينيه وهذا قوامه النحيل أصغي إلى صرختي التي فجأة انفلتت من صدري وأنا أقف أمام قبره في ضاحية من ضواحي لندن همست وأنا أنظر إلى قوس التراب بكلمة واحدة هي لا قلتها تمتمة قلتها إلى الداخل لنفسي لم يكد يسمعها أحد حتى أسامه ذو السنوات التسعة الذي كنت أقف خلفه وأحيط كتفيه بذراعي ونحدق معه في قبر أبيه لكنني لم أستطع أن أسترد السكوت بعد ذلك تلك أل لا رفضت أن تنتهي كبرت ارتفعت إنني أصرخ صرخة متصلة ممتدة أعجز عن استردادها من الهواء كأنها علقت هناك في ذلك الرذاذ الذي كان يبللنا معا أنا وأسامه وجودي وليال وخالد ووداد كأنها تنوي أن تظل معلقة بالسماء إلى يوم القيامة تلك السماء البعيدة تلك السماء التي لم تكن بيضاء ولم تكن زرقاء ولم تكن تخصنا ولم تكن تعرفنا ولم تكن سمعت شقيق وداد يقول لي محاولا تهدئتي وهو يحتضن كتفي من شان الله يا مريد اهدأ يا خوي اهدأ من شان نقدر نظل وقفين على رجلينا وجدتني أسترد نفسي من الصرخة التي تحولت إلى ما يشبه الإغماء أغلقت فمي بيدي وبعد قليل وجدتني أقول له بصوت متهدج وضعيف هو اللي واقف هو اللي واقف مش إحنا عدنا من قبره إلى بيته في ويمبلدون أصرت عائلته على أن تقدم لي غرفة لأقيم فيها كنت أنام بين لوحاته المتروكة ومسوداته الناقصة أرى في كل لحظة كرسيه ومكتبه المرفوعين على منصة خشبية مستطيلة هيأها بنفسه ليرفع حافة المكتب بحيث تلامس حافة النافذة المطلة على السماء والعشب النافذة بلا ستائر الزجاج في مواجهة العالم مباشرة قالت وداد أنها وضعت لها ستارة في البداية لكن ناجي انتزعها لأنه بيحب الفضاء وبحس أن البرداية خنجه قفزت حتمة قبره إلى أذني وأنا أسمعها تصف شغفه بالفضاء في غرفته تلك قضيت مع العائلة أسبوعا على مكتبه الصغير على أوراقه البيضاء وبأحد أقلامه كتبت شيئا عنه عن حياته ورسومه وموته قصيدة أسميتها أكله الذئب وهو اسم واحدة من لوحاته الشهيرة جدا ألقيتها بعد ذلك في حفل افتتاح معرض لرسوماته نظمه أصدقائه في إحدى قاعات لندن بإشراف مباشر من الفنان العراقي ضياء العزاوي وعلى باب القاعة فوجئت بالمشهد الذي لا ينسى اصطف ثلاثة شبان لاستقبال الجمهور القادم للمشاركة في حفل التأبين ومشاهدة المعرض خالد ابن الشهيد ناجي العلي وفايز ابن الشهيد غسان كنفاني وهاني ابن الشهيد ودي حداد شباب زي الورد كان حلقي جافا وأنا أعانقهم على مدخل القاعة أية جنازات أنجبت هذه الأكتاف العالية والعيون الشديدة لانتباه أية أنقاض خرجت منها طفولتهم إلى رجولتها بلا إذن من القتلة قدم لي خالد رفيقي سألتهما عن أحوالهما أردت أن أسمع الصوت أيضا والنبرة واللهجة بدأ لي مشهدهم في تلك الليلة وكأنه مشهد في خيال روائي لا في الحياة اليومية المعتادة قلت لنفسي وأنا أتوقف أمام اجتماعهم صفا مستعدا لاستقبال الناس عند الباب في تقاليدنا المتورثة كان الذين يقفون هذه الوقفة لاستقبال المعزين أو المهنئين هم وجهاء العائلات ووجهاء الفصائل بين قاسين للفصائل وجهاؤها أيضا هؤلاء الشباب يقدمون اليوم معناهم الجديد الرائع والطازج للوجاهة تلك المفردة التي قبلهم لم أكن أطيقها عدت بعدها إلى بودابست وأنا أرتجف من شكل أيامنا القادمة تاركا تحت التراب البريطاني البعيد واحدا من أشجع الفنانين الذين أنجبتهم فلسطين في تاريخها كله طافت وجوههم حولي كأنها إيقونات أندريا روبلييف تومد في عتمة المعابد النائية في القرن الثالث عشر ولم تكن غرفة الحارس المسلح معتما ولا كان العراء خارج غرفته معتما لم أرى ظاهرة قائضة كهذه أم هي بدايات حمى تصيبني خلصة وتسللا جاء أبو سلمة وجاء معين وجاء كمال وجاء شعر قلوبهم التي كانت أكبر من أوراقهم جاء منيف وناجي ثانية وثالثة وعاد التوجس يملأ الغرفة الوجوه والخيالات والأصوات تبين ولا تبين أنظروا إلى النظرة أنادي على الصوت معكم تماما وحدي تماما لتغفر لي عتمتكم هذا النهار الخصوصي أيها الأصدقاء أكل هذا التشوش لي؟ أكل هذا الحضور والغياب للغائب؟ أكل هذا الضجر المحاط بأملاح البحر الميت؟ أنا متعود على الانتظار لم أدخل بسهولة إلى أي بلد عربي وفي هذه الظاهرة لن أدخل بسهولة أيضا جاءت السيارة اتجهت نحوها ببطء سائق طويل القامة أبيض الوجه يرتدي قميصا مفتوح العرى بدأ لي أنه قال شيئا ما باللغة العربية لم يتحدث كثيرا وإلا لتأكدت إن كان عربيا أو يهوديا ابتدأت الأمور تختلط كنا نقرأ عن العمال العربي في إسرائيل هل هو عامل عربي في إسرائيل؟ هل هو يهودي يعرف العربية؟ ملامح الواجه وحدها لا تكفي لتمييز بيننا وبينهم لم تدم تساؤلاتي طويلا وصلنا إلى مركز الحدود أخذ أجرته بالدينار الأردني دخلت إلى صالة واسعة تذكر بصالات المطار هنا رأيت الشرطة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية صف من الشبابيك الخاصة بمعاملات الذاهبين إلى الضفة وإلى غزة خلق كثير دخلت إلى الصالة التي تفضي إلى باب إلكتروني ضيق أفراد الشرطة الإسرائيلية طلبوا مني أن أضع كل ما هو معدني كالساعة والمفاتيح وبعض القطع النقدية في طبق من البلاستيك عبرت البوابة وجدتني مباشرة أمام ضابط إسرائيلي مسلح استوقفني طلب أوراقي أخذ يقلبها ثم أعادها لي في محاولة مني لمعالجة توتري قررت أن أكون البادئة بالسؤال أين أذهب الآن؟ قال إلى الضابط الفلسطيني طبعا وأشار إلى غرفة قريبة الضابط الفلسطيني يأخذ أوراقي يقلبها بين يديه ثم يعطيها لنفس الضابط الإسرائيلي الذي يتعمد الابتسام ويطلب مني الانتظار سألته أين؟ عند الضابط الفلسطيني طبعا جلست في غرفة الارتباط الضابط الفلسطيني يظهر قليلا ويختفي قليلا وفي الحالين لم ينشغل بوجودي كنت شارد الذهن الضابط جلس وراء طاولته صامتا تماما كنا اثنين في الغرفة وكان كل منا وحيدا في هذه الغرفة وجدتني أن سحب إلى هناك إلى تلك البقعة المتوارية في كل شخص بقعة الصمت والانطواء فرق غامق اللون يخص المرأة ولا يعني أحدا غيره ألوذ به عندما يصبح الخارج عبثيا أو غير مفهوم كأن هناك ستارة سرية تحت التصرف أشدها عند الحاجة فأحجب العالم الخارجي عن عالمي أشدها بسرعة وبشكل تلقائي عندما تستعصي ملاحظاتي وأفكاري على الانكشاف بكامل وضوحها عندما يكون حجبها هو طريقة الوحيدة لصيانتها لم أنشغل بشيء هنا ولم أنشغل بأحد دخلت تلك المساحة الفارغة التي لا يكون الكلام مع الآخرين جزءا منها لم أشغل نفسي طويلا بالوضع المحير للرجل من الواضح أن الاتفاقيات وضعته في موقف لا يستطيع معه أن يقرر شيئا هنا كل الإجراءات الأمنية والجمركية والإدارية من اختصاصهم هم من اختصاص الجانب الآخر بعد ساعة تقريبا ظهر منهم ضابط غير الضابط الأول استحبني إلى غرفة فيها رجل بملابس مدنية أمامه نموذج مطبوع وأسئلته ذات طابع إحصائي لم يسأل أي سؤال سياسي إنه يفتح لي ملفا اذهب الآن للتعرف على حقيبتك انتظار آخر لوصول الحقيبة على الحزام المتحرك قاعة مزدحمة بعابري الجسر الذين ينتظرون حقائبه مثلي وعلى يمين القاعة غرفة خاصة بتفتيش ما يقررون تفتيشه منها صناديق كرتونية أجهزة منزلية تلفزيونات وثلاجات مراوح أغطية صوفية لفائف وحشيات وحقائب من كل الأشكال والأحجام عندما أسافر إلى أي مكان أحمل معي أخفة وأصغر حقيبة ممكنة لا أحب ما تفعله الحقائب بالمسافر وأكره الطرار لفتحها وعرض محتوياتها على موظف يبحث عما لا أعرف إسرائيليون وإسرائيليات يرتدون قفازات نايلون ويتفحصون محتويات ما تقتض به الغرفة أصحاب الحاجيات ينتظرون الإفراج عنها مجندة إسرائيلية شقراء تضاهي بكسل روتيني أرقام الحقائب على الكمبيوتر بالرقم الملصق على جواز السفر قدمت لها جواز سفري لافتاً نظرها إلى أن ما لدي هو حقيبة يد واحدة فقط وأني أراها بالفعل بين الحقائب الجاهزة في وسط القاعة رغم ذلك طلبت مني الانتظار بعد وقت قصير أشارت لي بالدخول إلى قاعة الحقائب ألتقط حقيبة الصغيرة أعبر البوابة الضخمة أغادر المبنى كله إلى الشارع بوابة الأبواب لا مفتاح في يدنا ولكننا دخلنا لا جئين إلى ولادتنا من الموت الغريب ولا جئين إلى منازلنا التي كانت منازلنا وجئنا في مباهجنا خدوش لا يراها الدمع إلا وهو يوشك أن يهيلا مشيت خطوتين ثم توقفت ها أنا أقف بقدمي على التراب منيف لم يصل إلى هذه النقطة برودة تسري في عمود الفقري الشعور بالراحة ليس كاملا الشعور بالأسى ليس كاملا فتحت لنا بوابة المنفى من الجهة العجيبة من الجهة التي تفضي إلى بين قوسين البلد وليس إلى البلاد بلاد الآخرين أقف بقدمي على تراب الأرض على أرض الأرض بلادي تحملني فلسطين في هذه اللحظة ليست الخريطة الذهبية المعلقة بسلسال ذهبي يزين أعناق النساء في المنافي كنت أتساءل كلما رأيت الخريطة تتحيط بأعناقه عما إذا كانت المواطنة الكندية أو النرويجية أو الصينية تعلق خريطة بلدها على نحرها كما تفعل نساؤنا قلت مرة لصديق عندما تختفي فلسطين كسلسال على ثوب السهرة كحلية أو كذكرى أو كمصحف ذهبي أي عندما نمشي بأحذيتنا على ترابها ونمسح غبارها عن ياقات قمصاننا وعن خطان المستعجلة إلى قضاء شؤوننا اليومية العابرة العادية المتجرة عندما نتذمر من حرها ومن بردها ومن رتابة البقاء فيها طويلا عندئذ نكون قد اقتربنا منها حقا ها هي الآن أمامك أيها المسافر إليها انظر جيدا على الرصيف المقابل للمبنى التقي بأول فلسطيني يمارس صلاحيات واضحة ومفهومة رجل نحيل متقدم في السن يجلس وراء طاولة صغيرة نصبها في ظل الحائط ليتقي قيض حزيران ينادي علي بصوت مرتفع تعال هون يا أخ خذ تسكرة للباس ليس هناك ما هو موحش للمرء أكثر من أن ينادى عليه بهذا النداء يا أخ يا أخ هي بالتحديد العبارة التي تلغي الأخوة تأملته لحظة دفعت له ثمن التذكرة بالعملة الأردنية ابتعدت خطوتين أو ثلاث ثم توقفت التفت إليه مرة أخرى رقضت إلى الباس لا لم أرقض بالضبط كنت أمشي مشية عادية جدا شيء بداخلي كان يرقض جلست في الباس إلى أن امتلأ بأمثالي من عابريك في الجسر سألت السائق إلى أين نذهب الآن؟ قال إلى استراحة أريحة ها أنا أدخل إلى فلسطين أخيرا لكن ما هذه الأعلام الإسرائيلية؟ أنظر من نافذة الباس فأرى أعلامهم تبدو وتختفي على نقاط الحراسة المتكررة بعد كل بضعة أمتار تظهر أعلامهم شعور بالانقباض لا أريد أن أعترف به شعور بالأمان يرفض أن يكتمل عينايا لا تفارقان نافذة وصور لأزمنة مضت وانقضت لا تفارق عيني في هذا الباص البطيء أستعيدها كاملة كأنني كنت فيها أمس صالة الإفطار في فندق الكارفان الذي التم فيه شملنا كأسرة لأول مرة بعد السبع وستين كان ذلك في صيف العام التالي للحرب صيف الف وتسعمائة وثمانية وستين كنت أعمل في الكويت الوالدة والصغير علاء في رامالله الوالد في عمان ومجيد في الجامعة الأردنية ومنيف يعمل في قطر عبر كافة وسائل الاتصال المتاحة في تلك الأيام اتفقنا أن نلتقي جميعا في عمان وصلنا تباعا إلى فندق الكارفان في جبل الويبدة وهو فندق صغير وأنيق من ثلاثة أو أربعة طوابق كان ذلك أول لقاء بأمي وأبي وإخوتي منذ فرقتنا الحرب نزلنا في ثلاث غرف متجاورة الفنادق ترتبط بالنوم لم ننم كان الصباح يفاجئنا كأنه ليس متفقا عليه في النظام الشمسي كأنه يظهر ويختفي بلا منطق وعلى غير توقع من أحد لم أذق إفطارا كإفطارات ذلك الصيف مثير أن تبدأ نهارك مع العائلة كلها بعد مضي كل تلك الشهور الغريبة كنا ننظر إلى بعضنا كأن الواحد منا يكتشف وجود الآخر لأول مرة في نفس المكان كأننا نستعيد في كل يوم أممة أمنا وأبوة أبينا وأخوة الإخوة وبنوة الأبناء الغريب أن أحدا منا لم يفصح عن تلك المشاعر باللغة المنطوقة كان فرحنا بوجودنا معا في هذا الفندق معلقا في الهواء المحيط بنا نشعر به ولا نريد أن نفضحه كأنه سر من الأسرار وكأن المطلوب منا جميعا أن نكتمه الفندق بحد ذاته فكرة الفندق بحد ذاتها كانت تحمل معها اليقينة بأن اللقاء عابر مؤقت ويوشك على الانتهاء منذ الليلة الأولى تحول اللقاء إلى ذعر من الانفصال الأكيد بدأ التوتر يختلط بالبهجة لم نكن نتفق هل نطلب الصلطة بزيت الزيتون أم بدونه بالليمون أم بدونه هذا يريدها ناعمة وذاك يريدها خشنة إلى آخره وفي برامج الخروج تجل التوتر الأكبر هذا يقترح زيارة لأحد الأقرباء المقيمين في عمان وذاك لا يريد الخروج أصلا وذاك يقترح مكانا آخر ولكن الأمر لم يخل من فكاهات وقفاشات وطرائف يومية أتذكر أجواءها ولا أتذكرها الآن في الكارافان جدت التعرف على إخوتي وعلى أمي وأبي لقد جدت على الجميع ظروف استثنائية لا أعرفها وجدت علي ظروف غيرها اضطرني خالي عطى بإلحاحه الذي لا يرد أن أسافر إلى الكويت وهناك وجدت عملا في الكلية الصناعية فلا يعقل أن يواصل منيف الإنفاق علي بعد تخرجي أيضا لم أحب مهنة التدريس أبدا قبلتها كحل مؤقت إلى أن تتضح الأمور منذ 67 وكل ما نفعله مؤقت بين قوسين وإلى أن تتضح الأمور والأمور لم تتضح حتى الآن بعد ثلاثين سنة حتى ما أفعله الآن ليس واضحا لي أنا مندفع باتجاهه ولا أحاكم اندفاعي وهل يكون الاندفاع دفاعا إذا حكمناه؟ في نكبة 1948 لجأ اللاجئون إلى البلدان المجاورة كترتيب مؤقت تركوا طبيخهم على النار آملين العبدة بعد ساعات انتشروا في الخيام ومخيمات الزنك والصفيح والقش مؤقتا حمل الفدائيون السلاح وحاربوا من عمان مؤقتا ثم من بيروت مؤقتا ثم أقاموا في تونس والشام مؤقتا وضعنا برامج محلية للتحرير مؤقتا وقالوا لنا إنهم قبلوا اتفاقية أسلو مؤقتا إلى آخره قال كل منا لنفسه ولغيره إلى أن تتضح الأمور علاء الصغير يلح على اللحاق بأبيه وإخواته الوالد لا يتيح له عمله كعسكري في الجيش الأردني أن يذهب إلى الضفة بعد احتلالها إلى آخره رغبة الوالدة في التخطيط لحياة الأسرة في ظروف تجعل فكرة التخطيط فكرة أقرب إلى العبث منهمكة في تقليب البدائل وجوها المرهق اكتسب حيوية مضافة بفعل الرغبة في تحدي الصعوبة والتبعثر عيناها الخضروان بشكلهما الأقرب إلى شكل المثلث تلمعان بيقظتهم الدائمة حتى في ذروة النعاس آخر الليل الوالد بهدوئه الذي يشعر كأن الأمور ستسير في النهاية حتى لو لم يفعل المرء شيئا لتسيرها شيء من صبر حكماء الهند يزيد من هدوئه الذي يستفز أم المتسائلة دائما والباحثة بالأظافر عن حلول عيناه ضيقتان بسوادهما العميق لا تفصحان عن أحوال قلبه إلا عندما يضحك أنا الوحيد الذي ورثت عنه سواد العينين وضيقهما منيف ومجيد وعلاء لهم عيون خضراء كعيني أمي الشاب الشديد الوسامة الذي يقوم بدور تربوي لأشقائه الأصغر وهو لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره كل عقبة يتبرع بحلها وكل تضحية يسارع لتقديمها باستعجال ودون تردد مجيد الفارع الطول ازداد طولا له طريقة في اشتقاق المرح والفكاهة حتى من المأساة يرسم وينحط ويكتب الشعر دون رغبة في نشره بين قوسين حتى الآن يرفض أن يسعى للنشر مع أن ما يكتبه شديد التمييز وله قلب شديد الانتباه علاء الصغير الذي يعشق الفلسفة يريد تعلم الهندسة يكتب الأغاني باللهجة المحكية ويريد أن يتعلم العصف على العود وجهه المائل للشقرة وشعره الإفريقي الأكرت منحه وسامة خاصة به حافظ علاء على طفولة ينظر أن يحافظ الرجال على مثلها وبيض شعرهم يخالط سوادة تبعثر الأسرة علمها الترابط وفي لحظة اللقاء نصبح نحن الرجال الأربعة أطفالا أمام الوالدين حتى بعد أن أصبحنا آباء لإحفادهما بعد أسبوعين عاد كل منا إلى مكانه اتفقنا أن تقيم الوالدة مع أبي ومجيد وعلاء في عمان بعض الوقت ثم تعود إلى رامالله لتجديد تصريحها وهويتها حتى لا تفقد حقها في الإقامة في فلسطين التي أصبحت بأكملها محتلة كان الاحتفاظ بحق المواطنة ولو تحت الاحتلال مكسبا لا ينبغي تفريط به مهما كانت الظروف وما زالت الوالدة تحمل هويتها وما تزال مواطنه لكنهم لم يسمحوا لها أبدا أن تحصل لمونيف ولي على مين قوسين لم الشمل لم نلتقي كأسرة كاملة بعد ذلك إلا بعد عشر سنوات في مدينة الدوحة في زيارة لمونيف قبل تركه قطر إلى فرنسا فوجئت بتوقف الباص كأنه وصل قبل أوانه الحمالون يتصايحون تحت نوافذه تذكرت قصر المسافات عموما بين كل الأماكن في فلسطين حملت حقيبتي ونزلت هذه هي استراحة أريحة من هنا يتوزع القادمون إلى مختلف مدن البلاد هنا ترتفع الأعلام الفلسطينية وحدها سيارات التكسي تصطف تحت اليفطات التي تحمل أسماء المدن رام الله ونابلس وجنين وطول كرم والخليل وغزة والقدس كما في كل المحطات يستقبلك شجار السائقين للاستحواذ على راكب صراخ تهديدات شد وجذب يظهر شرطي فلسطيني شاب يفض نزاع بحكمة تنطلق بي السيارة إلى رام الله أجلس بجوار السائق في سيارة مرسيدس قديمة تحمل سبعة من الركاب في السيارة أبدو كشخص أصابه الخرس أم أنني بالفعل أهدي وأثرثر دفعة واحدة على مسامع نفسي فأكون منها كما يكون المصاب بالحمة تظنه نائما أو صامتا بينما كل جسده حكايات هؤلاء أهلي لماذا لا أتبادل معهم الحديث؟ كنت أقول لزملاء وزميلات المصريين في الجامعة إن فلسطين خضراء مغطاة بالأشجار والأعشاب والزهر البرية ما هذه تلال؟ جيرية كالحة وجرداء هل كنت أكذب على الناس آنذاك؟ أم أن إسرائيل غيرت الطريق الذي تسلكه سيارات الجسر وحولته إلى هذا الطريق الكالح الذي لا أذكر أنني سلكته في سنوات الصباح هل قدمت للغرباء صورة مثالية عن فلسطين بسبب ضياعها؟ هل قلت لنفسي عندما يأتي تميم إلى هنا سيظن أنني وصفت له بلادا أخرى؟ أردت أن أستفسر من السائق عما إذا كان طريق هكذا على امتداد السنين لكني لم أفعل شعرت بغصة غامضة وبنوع من الخذلان هل كنت أصف للناس دير غسانة بزلال الزيتون المحيطة بها وأقنع نفسي أنني أصف كل تضاريس البلاد أم أنني كنت أصف لهم رامالله المصيف البديع الأخضر متوهما أن كل بقعة في فلسطين تشبه رامالله تماما وهل كنت حقا أعرف الكثير من ملامح الأرض فلسطينية؟ السيارة تواصل طريقها وأنا أواصل النظر من نافذتها على يميني وعلى يسار السائق ما هذا العالم الإسرائيلي؟ ألم ندخل مناطقنا منذ فترة؟ هذه هي المستوطنات إذن أن يتحدث المتحدثون عن المستوطنات شيء وأن تراها بعينيك شيء آخر كل الإحصائيات سخيفة بلا معنى الندوات والخطب والاقتراحات والاستنكارات والذرائع وخرائط التفاوض وحجج المفاوضين وكل ما سمعناه وقرأناه عن المستوطنات لا يساوي شيئاً أمام مشاهدتها بعينيك أبنية متدرجة من الحجر الأبيض متلاصقة ومتكاتفة تصطف خلف بعضها في سطور منسقة راسخة في أماكنها بعضها عمائر وبعضها بيوت يغطي سقوفها القرميد هذا هو البادي للعين الناظرة من بعيد ما هو شكل حياتهم من الداخل يا ترى؟ من يكون سكان هذه المستوطنة؟ من أين أتوا قبل أن يؤتى بهم إلى هنا؟ هل يلعب أطفالهم الكرة وراء هذه الأسوار؟ وهل رجالهم ونساؤهم يمارسون الحب خلف هذه النوافذ؟ هل يفعلون ذلك والمسدسات على جنوبهم؟ والرشاشات؟ هل يعلقونها معبأة وجاهزة على جدار غرفة النوم؟ على التلفزيون لا نشاهدهم إلا مسلحين؟ هل يخافون منا حقاً؟ أم نحن الذين نخاف؟ إذا سمعت من خطيب على منبر كلمة تفكيك المستوطنات فاضحك واضحك كما تشتهي إنها ليست قلاعاً من الليغو أو الميكانو الذي يله به الأطفال إنها إسرائيل ذاتها إنها إسرائيل الفكرة والأيديولوجيا والجغرافيا والحيلة والذريعة إنها المكان الذي لنا وقد جعلوه لهم المستوطنات هي كتابهم شكلهم الأول هي المعاد اليهودي على هذه الأرض هي غيابنا المستوطنات هي التيه الفلسطيني ذاته قلت لنفسي إن مفاوضي أوسلو كانوا يجهلون المعنى الحقيقي لهذه المستوطنات وإلا لما وقعوا الاتفاقية تنظر من نافذة السيارة يميناً فتفاجأ بأن الشارع النحيل المتآكل الذي يحملك يصبح أكثر تساعاً ونعومة وأناقة أسفلته يزداد بريقاً وسرعان ما ينفصل عن الطريق صاعداً إلى تلة فاخرة المباني فتدرك أنه يفضي إلى مستوطنة تنظر إلى يسارك بعد قليل فترى مستوطنة ثانية وشارعاً أنيقاً عريضاً آخر يؤدي إليها ثم ترى الثالثة والرابعة والعاشرة وهكذا الأعلام الإسرائيلية ترتفع على مداخلها وتلاحظ أن الكتابة على إشارات المرور باللغة العبرية فقط من أقام كل هذا الهول؟ من بناه؟ عندما اشتزت الجسر كان زعيم الليكود بنيامين نتنياهو بانتظار نتائج نهائية لتأكيد فوزه في الانتخابات إنه حزب العمل إذن إنه شمعون بيريز الذي صوره الإعلام العربي لرجالنا وكأنه صلاح الدين الأيوبي ولنسائنا كأنه عمر الشريف ولجامعة الدول العربية كأنه من بني قحطان منذ بنغوريون وحزب العمل يبني على أرضنا هذه المستوطنات بلهاء الليكود يثيرون لغة وضجيجا عاليا حول سياستهم في الاستيطان وحول كل مستوطنة جديدة يبنونها لكن ندو هذا حزب العمل يذكرونني بتلك الحيلة الخبيثة التي قرأتها في أيام الطفولة عن اللص الذي سرق سيارة في اليوم التالي أعادها لأصحابها وترك لهم بداخلها رسالة اعتذار رقيقة يقول فيها إنه لم يقصد سرقة السيارة بل كل ما حدث أنه احتاجها لليلة واحدة فقط للخروج مع حبيبته إنه يعيد السيارة الآن وبداخلها بطاقتان لدخول إلى المسرح يقدمهما هدية لصاحب السيارة وزوجته تأكيداً لاعتذاره وحسن نواياه ابتزم الزوجان وعجبا برقة اللص العاشق وظرفه في المساء ذهبا بالفعل إلى المسرح عادا في وقت متأخر من الليل طبعاً ليكتشفا أن اللص الرائع قد سرق أثناء غيابهما كل ما هو ثمين في منزلهما وهرب قد يخنقق مجرم بشال من الحرير وقد يهشم رأسك بفأس من الحديد وسيضمن مصرعك في الحالتين التطابق ليس تاماً بالطبع بين حكاية حزب العمل وحكاية ذلك اللص لكن ثنائية الدهاء والغباء تمتزج في المشروع الصيوني منذ بدايته وهناك باستمرار في إسرائيل رموز تمثل طرفي المعادلة الواحدة ومهما حدث هم يستفيدون في الحالتين يستفيدون من التدبر الناعم ويستفيدون من البلطجة أيضاً المعتدلون يتعلمون لغة الحديد من المتطرفين في فترة من الفترات والمتطرفون سيتعلمون لغة الحرير من المعتدلين إذا اقتضى الأمر ونحن أصحاب المنزل نخسر في كل الأحوال ونخسر على كل الوجوه كيف تركناهم يقيمون كل هذه المدن؟ القلاع، الثكنات، سنة بعد سنة قال لي بشير البرغوثي قبل عدة سنوات إنه من شرفة بيته في دير غسانة كان يرى أضواء المستوطنات تتزايد سنة بعد سنة حتى باتت تحيط بدير غسانة على شكل دائرة وأنهم بالتدريج وفي ظل صمتنا الطويل انتشروا في كل مكان نسيج السجادة هو المستوطنات عليها بعض النقوش متناثرة هنا وهناك هي كل ما تبقى لنا من فلسطين وفي ترتيبات تفاوضية الأخيرة خرجوا من منازلنا لكنهم يواصلون احتلال طرقات المؤدية إليها ولهم الحق في إيقافك على الحواجز الأمنية الكثيرة وعليك الانصياع أما القدس فلم يسمح لي أن أراها بالعين أو أن أدخلها لا ماشياً ولا راكباً ولا طائراً بجناحين حتى طريق إلى رامالله الذي كان يمر من القدس غيروه عبر شوارع التفافية معقدة حتى لا نراها من زجاج السيارة فقط برفقة قيادي فلسطيني من الذين يحملون بطاقة بين قوسين شخص مهم جداً يمكنك الذهاب إلى القدس بين قوسين والشخص المهم جداً بالنسبة للإسرائيليين لن يأخذك لرؤية القدس إلا إذا كنت أنت شخصاً مهماً بالنسبة له هو لم أجد من يصطحبني إلى القدس عندما وصلنا بين قوسين دوار الشرفة سألت السائقة إن كان يعرف بيت الدكتور حلم المهتدي فقال على الفور ولكنه مات منذ سنين قلت أعرف لم أكن أعرف لكن أبو حازم وصف لي بيته بأنه مقابل بيت الدكتور حلم المهتدي ثم أضفت موضحاً أنا رايح لبيت قريب منه كان أبو حازم يسكن في عمارة اللفتاوي التي سكنناها أيضاً ولكنه انتقل إلى بيت جديد بعد ذلك ورغم الوصف المعتنى به الذي كان شرحاه لي ولمنيف من قبلي لعنوان البيت إلا أنني بسبب تشتت الذهن والتوتر لم أستطع استعادة الوصف وزاد من صعوبة الأمر أنني دخلت رام الله بعد حلول الظلام قال السائق والله أنا بعرف عياته على المنارة بس بعرفش البيت سألتني السيدة الجالسة في المقعد الخلفي عن البيت الذي أقصده بالضبط قلت لها بيت مغير البرغوثي أبو حازم سألت عن اسم زوجته قلت لها فدوى البرغوثي تشتغل في جمعية إنعاش الأسرة قالت إنها تعرفها وإنهما عملا معاً في الجمعية لكنها لا تعرف موقع البيت تدخل شخص آخر في المقعد الخلفي وقال للسائق جرب ادخل من الشارع القادم إلى اليسار وبعدين ازأل في المنطقة هناك أعتقد بيت الدكتور قريب من هنا انعطف السائق يساراً وقطعنا مسافة قصيرة ثم توقفنا لعل أحد المارة يدلناه كانت الساعة تشير إلى ثامنة ونصف ليلاً ما إن توقفت السيارة حتى سمعت أصوات تنادي عم مريد عم مريد اطلع إحنا هون في لمح البصر كانوا حولي سألت وين الوالد؟ قالت فدوى إنه بمجرد رؤيته لسيارة من سيارات الجسر تتوقف بين قوسين حقائب الركاب مرصوصة فوقها رقد إلى الهاتف ليطمئن أم مونيف في عمان كنت متأكداً أن أمي ستقضي اليوم بطوله بجوار الهاتف حتى تتأكد من وصولي سليماً ما زالت تجربة إعادتهم لمونيف من الجسر ماثلة أمام عينيها حين ودعتني عند الجسر كان على وجهها مزيج من ملامح الرجاء واليأس وكنت واثقاً أيضاً أن ردوى وتميم في القاهرة ينتظران اتصالي بهما من رامالله منذ الظهر ثم قالت فدوى كلنا على البراندات من الظهر وقالت ابنتها عبير أبراج مراقبة بابا وماما في براندة الطابق الأول وأنا ووسام في الطابق الثاني الحمد لله على السلامة هجم أبو حازم فاتحاً ذراعيه هجم علي بشعره الأبيض وذراعيه الأفقيتين صليب مبتهج يرقض نحوي التقت أكتافنا في ثلث الشارع تقريباً باتجاه بيته اتصلت بأمي وعلاء وإلهام في عمان وبردوى وتميم في القاهرة أنا في رامالله وفي براندة أبو حازم كانت هناك داخل إطارها الأسود معلقة على الجدار وهي أول ما وقعت عليه عيناي صورة منيف